اشتركوا في القناة 18% حيث بلغت 8 ملايين و 620 ألف مسافر. تحسن أداء المطار تحقق نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للإدارة والتي يدخل في إطارها خطة لتوسيع المطار وفتح ثلاث بوابات وبناء مواقف متعددة المستويات للمركبات العمل مع شركات الطيران الأساسية هي استراتيجية تنموية في الاتجاه الصحيح لقد فعلوا كل ما ينبغي عليهم فعله. ساعدوا بزيادة أسطول الطائرات وقدراتها الاستيعابية. بدورنا عملنا على خلق بيئة مريحة في مطار باريسبول. وهذا بداية العمل المشترك الذي سيعطي النتائج الإيجابية. نرى فرصا لزيادة حركة المسافرين في العام 2017 أكثر مما كان عليه الحال في العام 2016. أعتقد أننا سنرفع نسبة حركة المسافرين عبر المطار إلى 20% خلال العام الجاري. ترجمة نانسي قنقر